السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم أخوان الزراعيين معكم أحمد منع إن شاء الله نهاردة هنتكلم مع بعض في فيديو جديد عن المبيدات الجهازية والمبيدات بالملامس أكيد أي حد منكم لما كان بيروح المزارعة وبتعامل مع بعض المبيدات كان بيلاقي مكتوب عليها مبيدات جهازية وبعض المبيدات يكون مكتوب عليها مبيدات بالملامس يعني مبيدات جهازية ويعني مبيدات بالملامسة المبيدات الجهازية هي عبارة عن المبيدات التي لها القدرة على النفاذ داخل أنسيجة النبات والانتقال داخل العصارة النباتية يبقى المبيدات الجهازية عبارة عن المبيدات التي لها القدرة على النفاذ داخل أنسيجة النبات والانتقال داخل العصارة النباتية والانتقال داخل العصارة النباتية يتم عن طريقين إما عن طريق الخشب وإما عن طريق اللحاء الانتقال عن طريق الخشب زي ما احنا عارفين أن الخشب عبارة عن أوعية بتنكل الماء والأملاح اللي هي العناصر الغذائية الغير مصنعة زي سماد نطرة النشادر سماد اليوريا سماد سلفة النشادر أي سماد احنا بنضيفه بينتقل عن طريق الخشب ثم إلى الأوراق إلى أعلى بتتصنع في الأوراق عن طريق عملية البناء الضوغي وبتنتقل مرة أخرى إلى باقي أجزاء النبات عن طريق اللحاء يبقى الخشب عبارة عن أوعية بتنكل الماء والأملاح من أسفل إلى أعلى أما اللحاء بينقل العناصر الغذائية المصنعة في الأوراق ودي بتكون عبارة عن سكريات ودهون وورتينات بتنتقل من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات وعشان نوضح الصورة أكثر مع بعضينا قالي ده عندنا إيه النبات نعرفكم الأول فين الخشب وفين اللحاء ده عبارة عن الخشب اللجوه ده عبارة عن إيه الخشب والطبكة الخارجية دي عبارة عن اللحاء الطبكة الخارجية عبارة عن اللحاء والطبكة الداخلية دي عبارة عن إيه الخشب طبعا لما إحنا إيه بنضيف العناصر الغذائية ده مثلا ولياكو نادي سماد مثلا ده سماد اليوري ونضيفه إيه للنباتة النبات بيمتص العناصر الغذائية والماء عن طريق الخشب اللي أنا ورده لكم وبينتقل إلى الأوراق بيمتص العناصر الغذائية والماء وبتنتقل عن طريق الخشب ثم إيه إلى الأوراق بتتصنع في الأوراق العناصر الغذائية بتتصنع في الأوراق عن طريق عملية البناء الضوغي وبتنتقل مرة أخرى إلى باقي أجزاء النبات ولكن بتتصنع بتتحول إلى إيه بروتينات وسكريات ودهون وبتنتقل إلى باقي أجزاء النبات وبالتالي لو إحنا عندنا مبيدات جهازية لها تنتقل عن طريق الخشب طبعا عندنا المبيدات الجهازية إما أنت أنت أنتقل عن طريق الخشب وإما أنت أنتقل عن طريق اللحاء يعني فيه مبيدات بتنتقل عن طريق الخشب ومبيدات بتنتقل عن طريق اللحاء لو إحنا عندنا مثلا مبيد وليكن سواء استخدمنا مبيد وليكن ما استخدمنا عن طريق مثلا الحق في ماء الري او استخدمناه عن طريق الرش لو استخدمنا المبيد عن طريق الحقن في ماء الري او استخدمناه عن طريق الرش لو المبيد ده بينتقل عن طريق الخشب هينتقل من الاوراق ثم الى ايه الخشب ثم يصعد الى اعلى ولا يبط الى اسفر يعني المبيد بينتقل من الأوراق ثم إلى الخشب ثم إلى أعلى لأن الخشب بينقل إلى أعلى أما لو مبيد بينتقل عن طريق اللحاء هينتقل المبيد من الأوراق ثم إلى اللحاء ثم يتجه إلى أسفل لأن اللحاء بينقل العناصر الغذائية المصنعة إلى أسفل يعني بينقل من أعلى إلى أسفل يعني لو أنا رشيت المبيد على النبات هينتقل المبيد من أعلى إلى أسفل على عكس الخشب بينقل من أسفل إلى أعلى وضحت كده؟ إن شاء الله وضحت بإذن الله النقل إما عن طريق الخشب وإما عن طريق اللحاء الخشب بينقل من أسفل إلى أعلى واللحاء بينقل من أعلى إلى أسفل ما وضحناها إيه مع بعضين طيب تمام طيب إيه أهمية استخدام المبيدات الجهازية؟ يعني إيه فايدة المبيدات الجهازية؟ أول حاجة يمكن استخدام المبيدات الجهازية عن طريق الحق زي ما أنا أوردكم دلوقتي ويمكن حقنها عن طريق ماء الريب في حالة الريب التنقيد طبعا أو الريب البيفوت يمكن استخدامها عن طريق الريب الحق لمكافحة بعض الآفات الحشرية زي الزوال البيضاء أو الجسد أو غيرها أيضا ممكن استخدام المبيدات الجهازية لو في حالة عندنا مجموع خضري كبير في هذه الحالة لا ينفع استخدام مبيدات بالملامسة لأن المبيدات الجهازية تنتقل بالتعمى بالنبات كله مجرد أن تذهب إلى النبات ينتقل إلى أجزاء النبات فبالتالي أنت لا يجب أن تتعمى بالنبات كله أما المبيدات بالملامسة في حالة الرش يجب أن يعمل رش يبقى أن نستخدم المبيدات الجهازية في حالة زيادة المجموع الخضري ويكون هناك أمراض في أسفل النبات ومبيدات بالملامسة لن تصل إليها أيضا نستخدم المبيدات الجهازية في حالة وجود أمراض أعفان الجذور يفضل استخدام المبيدات الجهازية في النقطة السابقة نسيت أقول لكم إن لو في حالة زيادة المجموع الخضري يفضل استخدام المبيدات اللحائية ومبيدات الجهازية اللحائية ومبيدات الجهازية ومبيدات الجهازية بعد كده ندخل على مبيدات بالملمسة يعني مبيدات بالملمسة مبيدات بالملمسة هي عكس المبيدات الجهازية مبيدات الملمسة هي عبارة عن مبيدات ليس لها القدرة على اختراق أنسجة النبات وبالتالي لا تنتقل داخل أنسجة النبات يعني مبيدات الملمسة ليس لها القدرة على اختراق أنسجة النبات وبالتالي لا تنتقل داخل أنسجة النبات الاستخدام sinoف hiper بتستخدم طبعا بمكافحة الحشرات الطال Central مثل الزباب و الفراشات ما نعني أنا عند فراشات لا مفحش أستخدم مبيدات الجهازية يجب أن أستخدم مبيدات بالملمسة أو الزباب أو الزباب يعني في هذه الحالة يستخدم مبيدات بالملمسة متحاجع أن استخدم مبيدات جهازية أيضا بستخدم في مكافحة الزماد القردة مثل اليدوط و الأطل والصاقبات تستخدم مكافحة الحفار والدودة الكاردة تتضاف مع الطعم السام و تتنسر فيه بطن الخطوة هذا بالنسبة للمبادرات بالملامس وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أنه يكون يكون يستفدتم حاجة دمتم في رعاية الله و أمني السلام عليكم و أحمد الله وبركاته